توجه اليوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو الى جوبا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ويلتقي حميتي خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكر ميردت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين كما يلتقي سيادته وفد الحركة الشعبية جناح الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية ويرافق نائب رئيس المجلس العسكري كل من رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري وانائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ياسر العطى والممثلين لقوى اعلان الحرية والتغيير السيد ابراهيم الامين وسيد احمد ربيع